قبل طبعا الربعيات عندنا خبر مهم جدا خبر مهم جدا من النادي الآلي اللي بيحافظ على حقوقه دايما وحقوق أبناءه وحقوق المنتسبين ليه الكابتن أسامة حسني والأستاذ جمال جبر يتقدمان ببلاغين للنائب العام ضد أحمد حسام ميدو تقدم كل من أسامة حسني لعب الآلي السابق والإعلامي بقناتنا ديه وجمال جبر مدير الإعلام بالآلي ببلاغين إلى معالي المستشار النائب العام ضد أحمد حسام ميدو لاعب الزمالك الأسبق وعضو اللجنة الفنية بناديه لقيامه بنشر أخبار كاذبة وتوجيه اتهمات باطلة إلى سالفي الذكر من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر جاء في البلاغين اللي زي متقدم بهم المحامي الشهير محمد عثمان أن ميدو خرج عن القواعد الأخلاقية دون سند أو دليل ولأسباب شخصية وحاول أن يستسمر كتاباته ووجه اتهمات لا أساس لها من الصحة لإصارة الفتنة بين المنتمين للأهل والزمالك وفي الوقت الذي يحتاج فيه الوطن إلى التكاتف ووحدة الصف وطلب كلهم من أسامة حسني وجمال جبر بتطبيق القانون بحق ميدو لإيقاف مثل هذه التجاوزات والأكاذيب والتي تتسبب في الاحتقان وإصارة المشاكل في الشارع الكروي مهم جدا أن يكون البلاغين واضحين تماما أنهم بهدف الإساءة والتشويه لأغراض تتنافى مع المبادئ وأخلاقيات المجتمع ده دور مهم جدا بيقوم به النادي الآلي في الحفاظ على دوره كمان المجتمعي لأن الخروج عن النص يا جماعة المفترض يكون منبوز تماما لكن للأسف في بعض الأوقات وإحنا هنعاني من إزالة أثار الناس اللي بتتأثر بناس هدفها تشويها الرياضة المصرية بالخروج عن النص بالإساءة بالتطاول باستخدام مصطلحات داخيلة تماما على مجتمع رياضي المفترض يكون أفضل من ده وبالتأكيد دي مسئولية النادي الأهلي المجتمعية نروح لازم أعقب على القصة دي لأن بعيدا بقى عن البلاغ لأن زي ما أنت قلت النادي الأهلي أساسا يا جماعة لن ينزلق في أي مهطرات والنادي الأهلي عنده ضوابط وعنده أطر قانونية بيلجأ لها ولكن الملفت بالنسبة لي حاجة احنا كنا بنتكلم فيه عن مستوى الشخصي بره الهوى من فترة إن كابتن أحمد حسام ميدو طلع في حلقة بعد أحداث معينة تم توجيه فيها خارج قناة الأهلي بعض الأمور وبعض الكلام عليه فهو شاف إن الأمر ده شخص يا أساني اتكلمنا فكرة إن هو اتكلم في نطاق يا جماعة عاسم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر دع tongue دع Goo اشتركوا في القناة